وقع وزير الموارد المائية والرأي هانس ويلم ووزير الزراعة والصلاح الأراضي على الدين فاروق والعضو المنتدب لشركة القنال السكر كامل عبدالله اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والرأي والهيئة العامة لمشروعات التعمير وتنمية زراعية وشركة القنال السكر لصلاح مشروع القنال السكر ويأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لتزليل كافة الصعوبات التي توجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة وانطلاقا من الحرص على الحفاظ على المشروعات التلموية والتي تنعكس على دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلية